بسم الله اللهم اخرجنی من ظلمات الواح و اکربنی بنور الفاح اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزان علومک رحمتک یا ارخم الرحمن الحمدللہ لدهینا توفیق لاجن واصل فی دراست بدایت الحکم و الحمدللہ وصلنا المرحلت الرابع هذه المرحلة حول انقسام المادلل قضیه الى الوجوب والامکان والامتناع انتم ربما تتذکرون من الكتب السابقه بان نسبه بين الموضوع والمحمول قد تکون ضروریه او ممتنعه او ممکنه قد یکون دائمیه قد یکون غیر دائمیه الاتحال هناك حالات مختلفه لکیفیت نسبه بين الموضوع والمحمول هذا اکثر من الاجاب والسلب الاجاب والسلب شیعان واضحان زیدون قائمون او زیدون لیسه بقائم ولیکن اینما نقول زیدون قائمون او زیدون لیسه بقائم حال یکون القیام لزید واجبا ممکنن ممتنعن دائمیه قد دائمیه اتصال خب هادا به شعن کل موضوع و محمول طبعا الفلاسفه المهم انده هم احوال الوجود فهینما نقول شیعان ما موجودن او لیسه بموجود یعنی اذا نجعل المحمول الوجود حل یکونو الوجود ضرورین للموضوع او ممتنعن او لیسه بضرورین ولا ممتنع بل ممکنون فغنا که حالاتون ثلاث لکیفیت نسبه و نقول مادت القضیه ماده یعنی کیفیت نسبه حشیع الله لذی یتعلق به کیفیت نسبه خب یقول المرحلت الرابعه فی المواد الثلاث الوجوب و الامکان و الامتنع و البحث انها فی الحقیقه بحث ان انقسام الوجود الالواجب والممکن لما ذا؟ لأن الامتنع یعنی امتنع و الوجود شیعن معناها اذا شیع لا يوجد ولا يمكن ان يوجد ابدا فهذا لا يتعلق بالفلسفة لأن الفلسفة تدرس و احوال الموجود او موجود به ما هو موجود و الوجود او موجود به ما هو موجود لیسه به ممتنع الو موجود ما هو موجود اما وجود واجبی و ضروری و وجود امکانی فالبحث عن الممتنع تبعی فالفلسفة بحثهم بخلاف المناطقه حول الوجود و ليسه کل شیع ليسه قیام ليسه مثلا الوان و احوالات کمیه حول قضايا حلية بسیطة یعنی الوجود يكون محمولا و حول حالة الضرورة و حالة الامکان و ليسه الامتنع خب في هذه المرحلة عندنا تسعة فصول الفصل الاول في تعریف المواد الثلاث و انهصارها فيها یعنی انهصار المواد في سلاث لا يوجد حالة رابعة و خامسة لعجل ان نوزه به شکل تقسیم سنائی لما ذا یعنی تناصر المواد في سلاث نقول كل مفهوم اذا قیس الى الوجود فا اما ان يجب لهو ضروريا و هو الابدن واجب الوجود مثلا او يكون العدم لهو ضروريا و هو الثاني مثل شریک البارئی اجتماع النقیز و اما ان لا يكون الشيء من هما یعنی من الوجود والعدم وجود والعدم ضروريا مثل ممکنان و سالس اذا توریدون ان تذکر به شکل تقسیم سنائی الَّذی انا ذكرتو روبما تقولون ها كذا تقولون اما ان يجب لهو الوجود او لا ان وجب لهو الوجود فا هو واجبون ضروريا إلا يجب لهو الوجود اما ان يجب لهو العدم او لا تقسیم سنائی لا يمكن حالة صالسة اما يجب لهو الوجود او لا اذا لا يجب لهو الوجود اما يجب لهو العدم او لا فهناك سلاس حالات يجب لهو الوجود الحالة الاولى لا يجب لهو الوجود یعن قسم الله حالة الصادية و صالسة لا يجب له الوجود ويجب له العدم ممكن لا يجب له الوجود ويجب له العدم ممتنه فهناك ثلاث حالات ولا يمكن أكثر من ذلك هذا بالتقسيم السنائي لو جاء الشخص والمقالة كيف إذا يكون الوجود ضروريا والعدم ضروريا هذا لا يمكن كيف يمكن أن يكون الوجود ضروريا والعدم ضروريا اصلا إذا كان الوجود ضروريا حتى عدم لا يمكن ممتنه وإذا يكون العدم ضروريا لا يمكن وجود أن يكون ممتنه فكيف يكون ضروريا فمرتفعل بعدنا التفات هذا الحال لا يمكن خب إذا شخص يقول حبذا لو نأتي بتعريف لو نأتي بحد للوجوب الضروري أنتم تقولون إما يجب له الوجود أو يمتنه له الوجود أو لا يجب ولا يمتنه خب ما معنى الوجوب والامتنه الله ما تباتبه مثل كثير من الفلاصفة يقول يعني هذه المفاهيم مفاهيم واضحة ولا يمكن تعريفها إلا عن طريق الشرح الاسم لأنه يصبح دوريا يعني كل من يريد أن يحدد الوجود أو الامتنه أو الممكن يجب أن يأتي في تعريفه بشيء يراد في هذه الأمور في المعنى لا يمكن أن تأتي به تعريف لا يوجد فيه شيء من الضرورة فلأ جدالي يقول هي بيّنت المعاني هي يعني الوجوب والامتنه والامتنه لكونها من المعاني العامة التي لا يخلون أحدها مفهوم من المفاهيم أي شيء أي مفهوم يحتاج لهذه الأمور ولذا كانت لا تعرف إلا بتعريفات دورية يعني لو قام أحد بتعريف هذه الأمور تعريفه يصبح دوريا مثل ماذا كتعريف الواجب بما يلزم من فرد عدمه محال يقولون الواجب هو الشيء الذي لو لم يكن يكون محال من المحال من المستحيل أن لا يكون خب بعد ذلك نسأل ما هو المحال لأن المحال هو الممتنه يقولون محال يعني ما يجب الله يكون خب انتون في تعريف الوجوب أخستم محال ولكن هنما نسأل کنم تعريف المحال تعتون بالوجوب يعني الوجوب كان في زمن المحال الذي كان يستخدم في تعريف الوجود أسباب دوريا يعني في تعريف الوجود استفدنا من الوجود وما ليسا به ممکنن ولا واجب إذا شخص يريد أن يقول المحالو ما ليسا به ممکنن ولا واجب خب تعريف الوجود موجود بعد ذلك تعريف الممکن به مالا يمتنع وجوده وعدمه يعني استخدمتم الامتنع في تعريف الممکن والممکن في تعريف الامتنع فالامتنع موجود في الممکن الذي استخدمه في تعريف الامتنع أسباب دوريا فلا نحتاج إلى تعريف نحن نفهم إذا أناك هاجه هاجه إلى توضيح اللفظ شرح الاسم فالحالات والثلاث الرئيسية الوجوب والامتنع والامكان امكان يعني سلب و ضرورت الوجود و سلب و ضرورت الادم الشيء الثاني في الفصل الثاني هو انقصان كل هذه من الثلاث إلى الثلاث إلا الامكان هذا ما درسنا سابقا في الكتب القديمة سابقة الوجوب ربما يكون بالذات ربما يكون بالغير ربما يكون بالقياس إلى الغير الامتنع ربما يكون الامتنع بالذات ربما يكون الامتنع بالغير ربما يكون الامتنع بالقياس إلى الغير الامكان قد يكون بالذات و قد يكون بالغياس إلى الغير الإمكان بالغير لا يوجد توضيح ذلك هذه الحالات الثلاث الوجوب والإمتناع والإمكان قد تكون بسبب ذات الشيء ذات الموجود واجب الوجود بالذات يعني وجوده لازمون و هذا اللجوم يأتي من ذاته ليس من الخارج ليس من ناهية العلة واجب الوجود بالذات ممتنع الوجود بالذات یعنی الامتناع من ذاته ليس بهسبب عمر الخارجي مثل اجتماع النقیذین اجتماع النقیذین به نفسهی مستحیلون شریک الباری به نفسهی مستحیلون اما الممکن به ذات یعنی في ذاتهی ليس حالتون ضروریه به نفسهی ممکنون یعنی به نفسهی تستوی نسبته و الى الوجود والعدم متساوه النسبته الى الوجود والعدم لا يوجد ضرورت للوجود ولا يوجد ضرورت للعدم مثلنا نحن الخالق نحن لا يلزم ان نكون موجودين با انفسنا ولا يلزم ان نكون معدومین با انفسنا في ذاتنا نحن نستطيع نكون موجودین مغیر موجودین اذا وجدنا بسبب شي خارجي بسبب تحقق الالت التام اذا ما وجدنا بسبب شي خارجي یعنی عدم تحقق الالت لانا عدم الالت علتن للعدم انشاءاللن ندرس في المستقبل فبذات لهو الامرو بذات لهو سلاس حالات واجب الوجود بذات واجب الوجود بالغير افعاً ممتن الوجود بذات ممکن الوجود بذات اما بالغير یعنی بسبب الغير اسبحه واجدن لحاظه الحاله واجب الوجود بالغير ماذا يعنی؟ یعنی هو في نفسه ما کانه ضروری الوجود ولكن بسبب تحقق الالت تامه اسبح وجوده ضروری انشاءاللن نحن ندرس في المستقبل ودرس نفس سابقاً ایدان اششیعوما لم يجب لم يوجد قبل ان يسبح شیع واجبن و ضرورین و ینصد جمیع حالات العدم اششیع لا يسبح موجودن یجبن یکونم واجبن اششیعوما لم يجب لم يوجد ولكن كيف يسبح واجبن بالغير یعنی به صحب تحقق الالت تامه الله واجبن بالذات فهو موجودن دائماً اما نحنو لسنا واجب الوجود بالذات نحنو بالغير هینما تحقق الالت تامه نحنو موجودون اما الممتنع بالغير یعنی معدومون به سبب عدم تحقق الالت اذا لا يوجد الالت مستحیل ان يوجد معلول مستحیل ممتنعون بس بالغير اما الامكان بالغير لا يوجد نحنو اصلا مفهومه لا يتصور لماذا لأن الممکن بالغير ما هو بالذاته هل يكونو في ذاته واجب الوجود بالذات اصبحا ممکنن بالغير هذا انقلاب في الماهي كيف يمكن واجب الوجود بالذات یا تأثر بالغير هل يكونو ممتنعا بالذات و اصبحا ممکنن بالغير خب اذا يكونو ممتنعا بالذات یعنی اصلا فرضه محالون كيف يمكن ان يصبح ممکنن بالغير او تقولون کانم ممکنن بالذات و ممکنن بالغير خب اذا يكونو ممکنن بالذات ما هو دور الغير هذا به نفس ممکن الغير هنال لا يؤثر یعنی هذا تحصيل الحاصل تحصيل الحاصل محال اشيو لذي يكونو موجودن اذا الغير ما زایوتی زایوتی اشيه فالامكان بالغير لا يوجد فبالذات سلاس حالات واجب الوجود بالذات ممتنع الوجود بالذات ممکن الوجود بالذات بالغير فقط حالتا واجب الوجود بالغير ممتنع الوجود بالغير و في الواقع واجب الوجود بالغير و ممتنع الوجود بالغير كلاهما ممكنن بذات الشيء الذي يكون ممكنن في ذاته و بذاته يمكنن يكون واجباً بغيره و ممتنعاً بغيره إذا تحققت الالت التامة يسبه واجباً بغيره إذا لم تتحقق الالت التامة يسبه ممتنعاً بغيره والعمر الثالث القياس إلى الغير يعني بالنسبة إلى الغير ليس بالغير بالقياس إلى الغير بالغير يعني بسبب العلة أما بالقياس إلى الغير يمكن نكون بالنسبة إلى العلة يمكن نكون بالنسبة إلى المعلول بالنسبة إلى المتضايف الآخر أي شيء أي شيء تقارنون بينه وغين هذا بعد ذلك يمكن أن تعتبر كيفية الوجود حل هذه النسبة والمقارنة تجعل الوجود لازم و ممتنعن و ممتنعن و ممتنعن طبعاً هناك شيء واحد يستثنى و هو الإمكان بالغير لا يدارك يقول الألانة كل واحدة من المواد ثلاثة و اقسام ما بالذات و ما بالغير و ما بالقياس إلى الغير إلا الإمكان فلا إمكان بالغير لا يوجد إمكان بالغير المراد و بما بالذات أن يكون وضع الظات كافياً في تحققهي كافياً في تحققهي بعض الوجود بالذات مثلاً ممتنع الوجود بالذات يعني مجرد و تصور الظات يكفي و إن قطع النظر أن كل ما سوا من دون أي شيء آخر بالذات يجب و بالذات يمتنع و بالذات ممتنعن أما بالغير المراد بما بالغير ما يتعلق بالغير يعني بسبب الغير بسبب علت الخارجية و بما بالقياس إلى الغير أنه إذا قيس إلى الغير إذا قسناه و إذا قاردناه و نسبناه و الغير كان من الواجب يعني تصفه به إذا يكون واجب الوجود بالقياس إلى الغير يعني هنما نقیس و حاذا إلى الغير يجب مكون موجوده خب فالوجوب بالذات نبدأ بالواجب بالذات الوجوب بالذات كما فالواجب الوجود تعالى فإن ذاته بذاته تكفي في ضرورة الوجود له من غير حاجة إلى شئن آخر حالا معنا ضرورة الوجود بالذات يعني فقط ذاته تكفي لا يحتاج إلى شئن آخر الوجود و وجوب بالغير يعني في ذاته ليس هناك ضرورة في ذاته حالا مشتركة بین الوجود والعدم ولكن هناك الشئن خارجه و الغير هناك الشئن خارجه و يجعل الوجود ضرورية كما في الممكن الوجود الممكن الوجود الواجب وجوده به علته ممکن الوجود به ذات ولكن واجب الوجود به سبب العلة هينما تحققت العلة تامة يصبح وجود المعلول ضروريا هذا واجب الوجود بالغير ولوجوب بالقياس إلى الغير كما في وجود أحد المتضاعفين إذا قيس إلى وجود الآخر يعني في القياس إلى الغير ليس بالضرورة ترتب هناك مثلا شيء أعلى أسول أي جهة ربما تكون من الطرفين حتى إذا هناك شيء فوق شيء آخر فوقية و تحتية من المتضاعفان خب إذا يكون هناك فوق يجب أن يكون شيء تحته إذا يكون شيء نقول هذا تحته يجب أن يكون شيء فوقه يعني هذا بالنسبة إلى الإلاقة فيما بينما إلاقة ضرورية إذا أي ألف موجود بموجود بموجود ألف موجود هذا واجب الوجود بالقياس إلى الغير فإن وجود العلو إذا قيس إليه وجود السفل يعبى إلا أن يكون للسفل وجود فلوجود السفل وجود بالقياس إلى وجود العلو وراء وجوبهي بإلته الآن لا نتكلم حول تحققهي بسبب أنه واسبه واجبا بالغير وكش آخر الآن كلمنا حول الإلاقة بين الفوق و تحت فنقول أي هما موجود طرف الآخره نجب أن يوجود هذا منت جانبين الامتناع بالذات كما في المحالات الذاتية كشريك الباري واجتماعي نقیزة الامتناع بالغير يعني شئر محال ولكن ليس بسبب ذاتي كما في وجود المعلول الممتنع ولكن ليس شئر ممتنع لعدم علته ليس لذاتي وعدمه الممتنع لوجود علته إذا تكون إلت الوجود موجودة العدم يسببه ممتنع بالغير إذا يكون إلت العدم موجودة العدم يسببه ممتنع والامتناع بالغياث و فوقية و تحتية ممتنعان بالغياث بعضه ما إلى بعض و فوقية و عدم تحتية و تحتية و عدم فوقية ممتنعان بالغياث إلى الغينا الإمكان بالذات كما في الماهيات الإمكانية كما في الماهيات الإمكانية إفترضو خب لوكان هناك واجبان بالذات لوكان ما هي العلاقة بينهما العلاقة ليسى علاقة ذاتية و غيرية لأنه واجب الوجود بالذات يستقل عن الواجب الوجود بالذات الآخر و بالعكس ليسى أي تعثير تعثر بينهما إلا علية بينهما ف يكون العلاقة بينهما الإمكان بالغياث إلى الغياث أحدهما بالنسبة للآخر ممکنون في نفسه يس يعني ضروري ممکنون آخر لا خب لماذا ممکنون نقول ففرض وجود أحدهما لا يعبى وجود الآخر ولا عدم و این اصلا لا يسى بینهما أي تأثير و تأثير مستقلا لو كان طبعا لا يمكن أن يكون هناك إلاهان مستقلا بس فرض المحا ليس محا لو كان شيء مثل هذا فكان بينهما الإمكان بالغياث إلا الغياث إذ ليست بينهما إلاهان معلولا علتا ساذا لو كارا اي شي من هذه العمور مثل الالية معلولية و معلولا علتا واحدا فكان هناك شي من الضرورة والامتناء لكن هنا علتا الامكان اما الامكان بالغير فمستحيل لأن هزا الشي الذي تعد دونه كل ممكن بالغير ماذا كان في ذاته كان واجب وجود بالذات وممتنع و ممتنعون بالذات و ممتنعون بالذات از المواد دمون حسرتون في السلام ده سوناك حالتون رابح خب ازاکون مواجب بالذات و ممتنع بالذات الاولان یعنی واجب بالذات و ممتنع بالذات یوجبان الانقلاب انقلاب یعنی تحول الانقلاب في الماهی لا يوجب والثالث انه قول ممکن بالذات یعنی قول تحصیل الحاصل یعنی قول يوجب كون اعتبار الامکان بالغیر لغوا لنهو في نفسهی ممکنه خب الحمدلله انتحاینا من هذا انشاء الله في فصل ثالث ندرست بحثا مهما حول ان الواجب ماهیتهو انیتو الحق و ماهیتهو انیتو یعنی لا يوجد هناك تركیب من وجود و ماهیتهو اندنا هناك ماهیه و هناك وجود الماهیه قد تكون موجوده و قد تكون من دون وجود ولكن في الله سبحانه وتعالى هناك شيء واحد لأنهو بسیط من جميع الجهات من جميع الحیثیات وجود والماهیه شيء واحد یعنی هو في ذاته وجود و حق ليس ماهیته تحتاج إلى أن يأتي من الخارج الوجود انشاء الله ندرسو هذا في الجلسة القادمة الحمدلله رب العالمين